بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني يفهموا الآن لغة عربية بدون ترجمة؟ إن شاء الله الحمد لله أخوانا أولاً يعني هذه المقدمة أنا أبرأ إلى الله منها الثاني استخدام الجوال والله مشكلة أنت لو أن مكاني تريد أن الحضور يستخدم شوال أو ممكن أنا الآن وأنا أجلس أنظر في الرسائل هكذا يصح؟ العيب هذا الكل الكل الذي يخرج جواله وأنا أسحبه وأنا ننتهي حتى كلام مع بعض يعني الآن أنتم دعاة لو يدخل عامي الآن يقول هذا الدعاة يلعب واحد في جواله واحد يتكلم مع زميله صح؟ ما يصح هذا ما يصح الدعاة إلى الله لابد أن الداعية يكون يدعو بعمله بفعله قبل أن يدعو بقوله صحيح أو لا؟ إذا ما كانت داعية لله يدعو بعمله من يدعو؟ إذا ما كانت داعية يزهد من يزهد؟ عندنا رجل رأى طالب علم رأى يوم في الشارع وسأله قال أنت طالب علم؟ قال نعم تدرس الجامعة؟ قال نعم وعنده بطاقة شخصية تدل أني طالب علم قال لكن أنا ما أرى أنه يظهر عليك أثر العلم قال لماذا؟ قال ما أراك في الصف الأول ما أراك في الصف الأول إذا لابد أخواننا الدعاة إلى الله لأن الآن أنا أقول لكم أنا ذحين واحد منكم بل أقل منكم انتقادات تأتي صح؟ خلي هذا مدح ممكن هنا يمدح لكن في الشارع تخرج كذا كل ينتقدك صح؟ صح ألا لا لكن أنت التمس رضا الله وينسخط الناس يرضى عنك الله ويرضى عنك الناس إرضاء الناس غاية لا تدرك فما يُعقل أن الطالب يعني داعية وكذا أنه يفتح باب لأن بأن الناس يقعوا في دين الله بماذا؟ بسبب هو بأفعاله أقوال أحيانا كذا وأنت تعرف يعني أشياء اليوم كنا نتكلم عن من يدعي مثلا أنه على طريقة من الطرق كيف نعرف باطل وكيف؟ كيف نعرف؟ قل للناس انظروا ها أمامكم لا داعي لأن نذكر لكم أيش؟ أشياء كثيرة أمامكم وأنتم انظروا إليه عندما تنظر إلى أفعالي إلى كذا خلاص هذه أفعالي تدل على أنه مخالف للسنة فأنت كيف تريد تكون داعية لله؟ ويعني ما يظهر عليك أثر الدعوة إلى الله وليس عنكم ببعيد أنتم في هذه المنطقة خاصة يعني دخل الدين الإسلامي إلى هذه المناطق ليس بسبب دعاة وليس بالسيف التجار جاءوا وتعاملوا مع الناس بالتجارة الناس أسلمت بسبب التجارة فقط ليسوا دعاة إلى الله ما درسوا مثلكم كلية الدعوة أصول الدين كذا ما عرف إيش الدعوة لا عرف شيء لكن جاء تعامل مع الناس الناس أسلمت بسبب التعامل صح؟ إذن معنى هذا أن أهل أندونوسيا صدق يعني يحتاجوا إلى إيش إلى عمل يحتاجوا إلى قدوة يحتاجوا إلى أدب إلى أخلاق طبعا عندنا فيه أدب وأخلاق لكن فيه تعدي على الشريعة مثل نحنان مثلا عند السلام هذا ليس بأدب هذا ممكن نوع من أنواع الشرك وما يمكن يقبله أحد خاصة الدعاة إذا انحني لك إنسان لا بد تنكر هذا إذا لم تنكر أنت طاغوت لأن الطاغوت هو من دعى الناس إلى عبادة نفس هو هذا أنا لا أمزح أنا أقول طاغوت أنا أقول كلام يعني لابد تفهمه لأن الآن لو جئت أنت الصوفية وأردت تنكر عليه إيش تنكر عليه ها تنكر عليه أنه يمشي هكذا ويعطي الناس إيش أيدي حتى إيش وقبله وإيدي ينحن له طب أنت ينحن لك إيش الفرق صح ممكن يقول لك إيش الفرق تقول لا هذا تحية قال لك هذا تحية هذا احترام هذا احترام طيب هل كانوا ينحنوا للنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل مني ومنك ها ينحنوا أش أبدا قالوا أيلقى أحدنا أخاه أينحني له قال لا إذن طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لماذا لا نعلم الناس والله يأتي المبتدع يكون رأس في البدعة رأس في الضلال يرى بنباز يراه يهتدي والله يرجع إلى السنة بماذا يراه بس ما يكلمه بنباز ما يكلمه فقط وتعمد هو الشيخ أحياناً يدعوه للطعام يدعوه للغدايا يدعوه للعشاء مجرد التعامل يتوب ولهذا بنباز رحمه الله وكذلك المفتي عندنا الآن حفظه الله إذا جاء إنسان يريد يسلم عليه يقول السلام باليد يعني أش يعني لا تقبل رأسي مو تنحني فعندنا مسائل مهمة لابد يتنبه لها الداعية أما أننا يعني نسير هكذا بدون أن يكون عندنا برنامج أنا والله ما أدري يعني عنكم يعني العمال ولكذا لكن كل واحد مننا إلا من رحم الله يرى أنه محسن صح صح ولا لا تقول أنا محسن وأنا مشتهد في الدعوة وأنا إمام أهل السنة ممكن أو الشيخ الإسلام بن تيمية هذه مشكلة ها هذه مشكلة هذا ليس طريقة السنة ولا طريقة السلف طريقة السنة طريقة السلف الصالح ومنهم ابن القيم رحمه الله يقول أن الداع أن المسلم لابد يرجع على نفسه بماذا ها يقول وظن بنفسك السوء وظن بنفسك السوء يعني يعني تظن بنفسك إيش مو خير سوء وظن بنفسك السوء تجدها كذاك يقول إذا ظننت بنفسك السوء يعني إيش نفسك ما فيها خير ولا فيك خير أبدا هذا من يقوله مو أنا ابن القيم وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وقل يا نفس ماذا تقول قال وقل يا نفس مأوى كل سوء وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيلي ميت وبخيل يعني لو حي وبخيل لا ترجو منك كيف هو ميت وبخي أترجو الخير من ميت بخيلي يعني إيش تقول تقول أنا ظالم صح ظالم أنت ظالم ولا لا آه سبحان الله مترددين في قولكم عن نفسك أنك ظالم ظالم ونصف كيف سبحان الله أنت ما تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ها كيف الآن مترددين إذن ما فهمتم أنت صدق إذن أنت ما فهمت من الظالم ظالم أنت الله النبي صلى الله عليه وسلم انتبه 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 من أفضل الأمة من أفضل الأمم بعد الأنبياء والرسل من هو من أبو بكر أبو بكر هو أفضل الأمم بعد الأنبياء والرسل صحيح تمام جاء إلى من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي علمني دعاءً أدعو به في الصلاة قال قل من يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لأبي بكر رضي عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال قل اللهم إني ظلمت نفسي وهذا متردد يقول أنه نفسه ظالم وأبو بكر ظالم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صح ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تقرأوا القرآن إذن لماذا ما تطبقوا إذن إيش الفائدة كل واحد منهم يقول ظالم يقول لا عجيب والله ظالم مقصر مذنب مفرط مجرم أيضا ولا أشكال صح الآن صح وقبل لا وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وقل يا نفسه مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل وما بها من تقوى وصلاح واستقامة وهداية قال فتلك مواهب الرب الجليل إذن علاج عندك أنت أول شيء قبل أن تدعو الآخرين أدعو نفسك لازم أنك مقصر مفرط العجب نبع يعني أنا كنت أسأل المدرسين قبل أيام قلت لهم أنت الآن اللي تصنع مع الطلاب هل ترضى أنه كان هذا يصنع بك قال لا هل ترضى أن المدرسين يصنع هذا مع أولادك أقول لا إذن كيف ترضى الآن أنت تصنع هذا أنت الآن في الدعوة هل ترضى عندما تكون عامي أن يصنع بك الدعاة مثل ما أنت تصنع بهم الآن قل لا قل لا لا مو نعم لا إذن معنى تنفرطين صحيح معنى تنفرطين أخواننا لازم لازم الدعية إلى الله يرجع إلى نفسه ترجمة نانسي قنقر